موسيقى لماذا تكفرني يا صديقي؟ عم ألاحظ مجموعة صغيرة من أحبائنا المسلمين عن جهل يهاجموننا بشكل مستمر بدون ما يسمع أو يقرأ أو يعرف لكن لمجرد الهجوم فأريد أن أقول لهؤلاء أنا أحترمك لكن أرجوك لا تلعن بقولك لعنة الله على الكافرين للأسباب التالية نحن لسنا كفرة بل نؤمن بالإله الواحد ونحن نؤمن أن لا شريك له ونحن نؤمن أنه الإله الخالق والقدوس المخلص والفادي والحي القيوم والعالم بكل شيء والحاضر في كل مكان وزمان وهو الإله الغير محدود وهو على كل شيء قدير ثم نحن نؤمن أنه الإله الرحوم والغفور والمحب أيضا فإذن نحن لسنا كفرة كما تدعي لأننا نؤمن بوحدانية الله أي الله جل جلاله واحد لا شريك لهم ثم نحن نفتخر أن نتمثل بالمسيح بالمسيح الكامل فهو الوحيد القدوس بلا خطية وعقيدتك تشهد لكمال المسيح غلاما زكيا وأنه الوحيد من كل البشر لم يستطع أن ينخسه الشيطان فالمسيح شخصية عجيبة فريدة متميزة واحدة من نوع لا يوجد له أي مثيل لم تظهر شخصية في كل التاريخ مثل المسيح فهو الوحيد الذي ولد من عذراء وهو الوحيد الذي تمت فيه مئات النبوات عندما تدرس سيرة حياته وأخلاقياته ومعجزاته الخارقة وتعاليمه المتفوقة لا تقارن مع أين بآخر أو حكيم انظر كيف تعامل مع نوعيات كثيرة من المجتمع مثل الأبرص والأعمى والنساء والأطفال حتى الأعداء فكيف نكون كفرة باتباعنا الشخصية المتفوقة على الجميع ثالثا نحن لسنا كفرة لأن كتابك يشهد لنا بقوله يا عيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فالسؤال هنا من هم أتباع المسيح نحن المسيحيون من هم الكفر أنت تحتاج أن تجيب لاحظ معي يقول فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فلماذا تكفرنا أوليس موجودا أيضا في كتابكم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وأيضا فإن كنت في شك مما أنزلنا إلي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فكيف نكون كفر وأنت مطالب أن تسأل وتبحث وتعرف لماذا لا تقرأ الكتاب المقدس يا صديقي شيء رابع لماذا تكفر وتلعن هذا إن دل على شيء يدل على ضعفك تذكر نحن كشرقيين درسنا كتابك والحديث والتاريخ العربي فلا تلغي عقولنا كأننا لا نعرف شيئا عنكم ثم هل من الأسهل أن تهاجم من أن تعرف الحقيقة وتبحث بها عادة يكون الهجوم إخفاء حقيقة معينة تعبر عن ضعف الهوية أو الشخصية وأحيانا تكون بسبب الجهل وأحيانا بسبب الكبرياء إذ تدافع عن عقيدة بدل أن تبحث فيها وفي حقيقتها وكثير من المرات يكون الهجوم بسبب إخفاء خطية أو ضعف معين فمعرفة المسيح القدوس تفضح القلوب المظلمة كما هو مكتوب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لأن لا توبغ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة في يحنى الإصحاح التالت ثم تستخدم عبارات كثيرة مثل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد عن من يتحدث هنا وما هو مصدر هذه الآية هل يقصد بها المسيحيون أم ديانة أخرى وهل يؤمن المسيحيون أن الله يلد وله صاحبة هذا الكفر وهراء وكذب ونحن بعيدون كل البعد بل بريئون كل البراءة عن هذه الأفكار السخيفة والمظلمة وعندما تقول محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وأنه أشرف خلق الله تحتاج أن تسند وتقول أنا أؤمن للأسباب التالية وتثبت تفوقه وإعجازه إلى آخرين وقولك إن الدين عند الله والإسلام ينبغي أن تقنع وليس أن تهاجم وتتكلم بأسباب منطقية التي تثبت إيمانك وعقيدتك وأن تثبت ما هو الجديد الذي أتى به الإسلام وأن تثبت تفوق محمد على سائر الأنبياء لكن إن عجزت فأسهل الطرق هو رمي الكلام بتعصب وبدون محاسبة والكلام ليس عليه ضريبة أما بالنسبة لنا مكتوب بل قدس الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع وخوف ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر رسالة بطرس الأولى إصحاح ثلاثة ثم نحن نتمثل بالمسيح مكتوب لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر الذي إذ شتم لم يشتم عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل كما ترى إيماننا واضح وعلني وتمسكنا بالمسيح لأنه هو مخلصنا وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا ثم لا تلعن لأنك يوم ما ستقف أمام الديان وفي كتابك المسيح هو الديان وصوف تحاسب على كل كلمة البطالة خرجت من فمك أليس مكتوبا في كتابكم عن المسيح وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين ومذكور عنه أيضا أنه حكما مقصطا حذار ثم حذار أن تستهين بالمسيح أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجاز كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابا في الرغم يا أصحاح اتنين ثم هل هذا هو أسلوب إنساني هو أن تكفر وأن تلعن أوليس أفضل أن تتكلم بالسيرة والموعظة الحسنة لكن دعني أقول لك في الختام لقد علمنا المسيح أن نحب وأن نقدم حياتنا للآخرين ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ثم مكتوب لا تجاز أحدا عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس لا تنتقم لأنفسكم أيها الأحباء بل أعط مكانا للغضب لأنه مكتوب للنقمة أنا أجازي يقول الرب وأيضا باركوا ولا تلعنوا أنت تلعن لكننا نقول ربنا يباركك أنت تعادينا لكننا نقول نحن نحبكم وأختم بقول المسيح وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغديكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم وأيضا تأمل معي القانون الذهبي ليسوع المسيح فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء والرب يباركك وصلات أن يفتح الرب عينيك وقلبك تواجهه الآن كمخلص قبل أن تواجهه يوما ما كديان لأنه مكتوب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي كما هو مكتوب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجال اسمع لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموال وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا عزيزي هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن يوم خلاص تعال إلى المسيح وقبله لتنال الحياء الأبدية من فضلك خليني أسمع منك والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر